بسم الله السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الأعزاء جديدنا اليوم طاجين اللحم بزهرة القرنبيط بطريقة صحية مع الكيفية الصحيحة للتخلص من رائحة وغازات زهرة القرنبيط والحصول على طاجين شهيء وجد لذيذ لنبدأ على بركة الله كل مكوناتنا جاهزة أول خطوة سنحضر معا التسبيل بإناء أضع مقدار ملعقة طعام من الكركم أي خرقوم وملعقة طعام من الزنجبيل أي سكينجبير نصف ملعقة طعام من الفلفل الأحمر الحلو بابريكا أي تحميرة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود لبزار وسأضيف كذلك ملعقة طعام من الملح ويمكنكم التعديل في الكمية ثم أضيف أربعة فصوص من الثوم المهروسة للإشارة فقط حول تساؤلاتكم ستجدون سلسلة من أنواع الطواجن المتعددة والمتنوعة على قناة هذه أي قناة الأولى للطبخ فيمكنكم مراجعتها والاستفادة منها تأكيد على المشاركين الذين لا يتوصلون بالجريد فما عليكم إلا الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل رمز الجرس أرحب بكل من التحق بنا مجددا أي المشاركين الجدد والترحيب موصول بجميع المشاركين القدامة أضيف ملعقة طعام من خليط البقدون سواء القزبرة المفرومة ناعما وأحسف بالقليل للتزيين أثناء تقديم الطاجين أضيف كذلك حوالي 10 ملاعق طعام من الماء وأخلط جيدا حتى نحصل على تتبيلة متجانسة لم أضيف في هذه المرحلة الزيت لأنه يبطئ عملية امتصاص اللحم للتتبيلة حصلنا على خليط متجانس أقسمه إلى نصفين نصف أتبل به اللحم قطع اللحم والنصف الآخر سأحسفد به لتتبيل زهرة القرنبيط كما تلاحظون أمامكم هذا هو النصف الذي سأحسفد به بالنسبة لهذه الوصفة سأستعين بواحد كيلو جرام من لحم العجل يمكنكم تعويضه بأي نوع من اللحوم الحمراء أو البيضاء من اختياركم بعد تتبيل قطع اللحم فيمكننا إعداد الطاجين مباشرة لكن أفضل أن أحتفظ باللحم المتبل بالتلاجة على الأقل مدة نصف ساعة إلى ليلة كاملة حتى يتشبع بالتتبيل جيدا قطع اللحم المتبلة سأغطيها الآن وأدخلها إلى التلاجة بآنية الطاجين الفخارية وعلى نار متوسطة سبق أن وضعت صفيحة معدنية هذه التقنية رائعة لتجنب تكسر آنية الطاجين كذلك هذه الصفيحة تساعد على تنزيع الحرارة بشكل متناسق أضع مقدار أربعة مراعق طعام من خلاة زيت نباتية وزيت الزيتون ننتقل إلى تقليات قطع اللحم المتبل بالنسبة لكمية اللحم المستعملة فتبقى حسب الرغبة أضيف حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة وأقل هذه المكونات حتى يدبوا معنا البصل ويتغير لون اللحم المرحلة تستغرق معنا حوالي عشر دقائق ننتقل إلى كيفية اختيار زهرة القرنبيط يجب أن تكون جد متمسكة صلبة الملمس عند الضغط عليها كذلك يجب أن تكون خالمية مقاع بالنسبة للأوراق ترتد معنا بسرعة لاحظوا معي أي تكون مقاومة عند تكسيرنا لورق زهرة القرنبيط يكون ممتلئ بالماء كذلك الأوراق خضراء بالنسبة لقاعدة زهرة القرنبيط فيجب أن تكون بيضاء كما تلاحظون معي أزيل بعض الأوراق بهذه الطريقة لا ننسى تقليات وتقليب قطع اللحم من حين إلى آخر أغطي الطاجين وننتقل إلى تنظيف زهرة القرنبيط نزيل الجدر بواسطة سكين حاد فقط نفصل جهة المركز ونتخلص من هذا الجزء الغير مرغوب به وأبدأ في فصل زهرات القرنبيط طريقة جد سهلة وبسيطة أضعها مباشرة بخليط من الماء والخل نتركها منقوعة على الأقل مدة خمس دقائق في حالة إذا كانت هناك بعض البقع بزهرة القرنبيط كتقنية فيمكنكم الاستعانة بمبشراء حكاكا والتخلص منها بكل سهولة وسرعة تبقى هذه التقنية فعالة وعملية بعد مرور عشرة دقائق أرص قطع اللحم بشكل متناسق بآنية الطاجين ثم أضيط حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات تسهم بتخطر المرك وشرائح من الفلفل الرومي ألوان مقطع إلى شرائح طويلة هذه الألوان فهي فاتحة للشهية لكن يمكنكم الاكسفاء بنوع واحد من الفلفل أغلق أنية الطاجين وأخفض من درجة حرارة الموقد بطنجرة بها ماء مغلة وعلى نار متوسطة أضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح ورقتين غار أي ورق الرند وفصوم مع عصر نصف حبة ليمون كذلك أضيف القشر يعطينا نكهة جد زكية ورائعة وأضع زهرات القرنبيط بعد شطفها جيدا بالماء نتركها تسلق معنا مدة خمس دقائق بهذه الطريقة سنتخلص من غازات وزفرة زهرة القرنبيط لا ننسى كذلك أن نقوم بسلق 20 جرام من الزيتون الأخضر بدون نواء أي بالعظم مدة خمس دقائق تقريبا حتى نتخلص من الملح الزائد لاحظوا معي تساعد فقاعات من الغازات بالأعلى هذه الطريقة تبقى صحية وأفضل لتناول شفلور بعد مرور المدة المحددة أطفئ الموقد وأصفي زهرات القرنبيط من الماء أضيفها الآن لآنية التاجين أوزعها بشكل جمالي متناسق وأرحب بالجميع وعلى غير المشاركين على قناتي الثانية للحلويات والمخبوزات الالتحاق والاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو أسفل القناة وتفعيل رمز الجرس للتوصل بكل ما هو جديد أضيف كذلك التتبيلة وتبقى الشفلور حتى يتنكى معنا بشكل جيد ونحصل على طاجين الديد أضيف الزيتون دائما نحاول أن نوزعه بشكل متناسق ونترك بعد ذلك الطاجين يطهى معنا على نار هادئة حوالي ساعة كاملة نستعمل ملعقة في حالة تشكل مرق زائد بهذه الكيفية والمدة تختلف حسب جودة ونوعية اللحم يضيطه دائما على نار منخفضة طاجين اللحم وزهرز القرنبيط الشهي واللذيذ جاهز نزينه بالقليل من البقدونس والقزبرة المفرومة مع إضافة ملعقة طعام من زيز الزيتون بصحة ورحة إذا أعجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب المشاركة والإشتراك مرحبا باستفساراتكم واقتراحاتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر